يسعون إلى إلحاق الضرر في الدولة التركية وشعبها بشكل أكثر خبثا من حزب العمال الكردستاني بهذه الكلمات وصف مستشار الرئيس التركي السابق ياسين أقطاي المحارضين على كراهية الأجانب والعرب من العنصريين الأتراب مقال نشره أقطاي في صحيفة ياني شفق التركية مؤكدا فيه أن تصاعد حدة الخطاب العنصري وكراهية الأجانب في بلاده يعود سلبا على الاقتصاد التركي لافتا إلى أن هدف العنصريين لا يقتصر على خلق شعور بالكراهية ضد العرب وحسب إنما يتعدى ذلك إلى إبعاد السياحة والاستثمارات العربية عن تركيا خسائر الاقتصاد التركي بسبب العنصرية ضد العرب تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال أشهر الصيف الحالي وفق كلام أقطاي متسائلا عن أوجه الاختلاف بين الاعتذاءات والخطابات العنصرية الحالية والتفجيرات والأعمال الإرهابية السابقة من حيث النية والهدف التصاعد الهائل للهجمات الإرهابية التي تبنها حزب العمال الكردستاني بي كي كي خلال عامي 2015 و2016 في عدد من المناطق والمدن التركية خاصة إسطنبول أدى إلى بلوغ خسائر الاقتصاد التركي إلى ما يربع على 8 مليارات دولار عام 2016 حسب المنظمة الدولية للسياحة والسفر فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى تراجع عدد السياح بنحو 30% بذات العرب منظمات ومؤسسات دولية عدة ربطت بين الهجمات الإرهابية في بلاد الأنضول وتراجع النمو الاقتصادي قبل عدة سنوات وهو ما يحدث اليوم إنما بأدوات وأساليب مختلفة إذ لا يقتصر التأثير السلبي على قطاع السياحة وحسب بل يتعداه إلى كثير من القطاعات التجارية والاقتصادية المرتبطة بتوافد الأجانب حيث قدر صندوق النقد الدولي أن تراجع نسبة السياح بعشرة في المئة يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي التركي بنسبة قد تصل إلى نصف بالمئة وهي نسبة تعادل رقما يتخطى 40 مليار دولار حسب الناتج المحلي التركي عام 2021